بسم الله الرحمن الرحيم يعني احنا سمعنا عن طاعة ولي الأمر لكن عبادة ولي الأمر شالك عادي يصير يا ناس رسالة اوجهها إلى السوريين اللي عايشين لازالوا مقيمين في سوريا انا والله اخواني الافراض المقطع اللي سويتها من ثلاث سنين وانتشر صراحة وكان عليه قبال شديد وفي كثير من أهلنا في سوريا كانوا مأيديني وفي قلة يعني يزعلوا عليه ولكن يعني هم زعلانين ولكن إن شاء الله هم مقتنعين من الداخل لما قلت أن الأنجاس اللي حوالين بشار كانوا يكفرون في سب الله وسب الرسول وسب الدين ويلعم دينك ويلعم في الشارع إلى أن تدمرت سوريا لأن احنا أخفلنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا اللي قاعد الآن يتكرر ولكن هالمرة بيفحش هالمرة هالمرة طهو 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 صراحة يعني هذا الإنسان القرد ببوتكس صرته والعياذه بالله تقولون عنه الله يعني أنا يوميا قاعد جيني فيديوهات يوميا قاعد نشوف فيديوهات طالع واحد ذاك اليوم يقول بشار الواحد الأحد حسبي الله نعمل واحد طالع يقول ربي بشار بشار ربي وذاك اليوم الخمة اللي طلع واحد بلفيت يعني أنه مطوع ورجل دين وهو الله والعالم هو إنسان يعني قلت لكم ترى فيه كثير من المخابرات يمثل أنه رجل دين اللي يقول لك والله يتكلم عن الأنبياء ويتكلم وآخر شيء قال والله خير البشرية وسيد البشرية في هذا الزمن هو بشار هذا صار سيد البشرية الحين في هذا الزمن هذا ببوتكس أنا بسألكم سؤال هو لو والعياذ بالله إله ما كان ضرب بوتكس في ويها أنتوا صحيين ولا شفيكم أنتوا هذا ترى يدخل حمام يا حمير يا حمير هذا يدخل حمام حسبي الله نعم الوكيل هذا يقضي حاشته هذا يكبر يشيخ يموت يمرض لو هو الله والعياذ بالله ما صدت الكورونا يا حمير نحن قلنا يعني نفاق وصلت إلى مرحلة يعني العالم يضحك علينا لكن أنا أعتقد العالم لو سمع فيديوهاتكم أنا ما أعرف إيش رح يقول عنكم إيش رح يقولون البشر عنكم إيش سير فيكم أنتوا صحيين ولا بقر ولا حمير ولا غنم والله الحمير والغنم والبقر يعبدون الله ترى كلها الحيوانات وكلها المخلوقات يسبحون الله ولكن لا تفقهون تسبيحهم ولكن أنتوا أبيتوا على أنفسكم ما رضيتوا أن تكونون بشر رضيتوا على أنفسكم أنكم أنتوا يعني تطلعون من مستوى البشر وتطلعون من مستوى الحيوانات الحيوانات الأشرف منكم وصلتوا إلى مرحلة ما عاد لكم تسمية ما عاد لكم تسمية إحنا على مر التاريخ ما سمعنا شخص الناس قالوا لأنت الواحد الأحد وإنت أنت ربي وإنت الله وإنت خير البشرية أي خير البشرية إيش يعني غير الدمار لحل في السورية إنتوا الآن إيش تنتظرون إيش تنتظرون بتحديكم لأله سبحانه وتعالى وإيش تنتظرون بتأليهكم لهذا الإنسان الخمة ما عرف ما عرف يعني صراحة أنا ما عندي أي تعليق إلا أنه لابد وأن العالم يشوف لهم حل مع هل أنجاز هذول لأن هذول رح يستعجلون غضب وعذاب الله سبحانه وتعالى من اللي قاعد يحدث حسبي الله نعم الوكيل حسبي الله نعم الوكيل فعلا أنا اسمحوا لي أخواني الأفاضل لأنني أنا ما نصدق أن العالم وصلوا هالمرحلة من الغباء أن الحقارة النفاق الدجل السموا ما شئتم وأتمنى أخواني الأفاضل أن أسمع تعليقاتكم أتمنى أني أنا يعني أقرأ تعليقاتكم على هذا الموضوع ورسالة إلى الشبيحة والحميرة والبقيرة يعني لا تعالقون لا تعالقون أنت وصلتوا مرحلة خلاص يعني ما عدتوا من البشر ولا عدتوا من الحيوانات ولا عدتوا من الحشرات ولا عدتوا صار لكم شيء ولا من الجن ولا من الشياطين الشيطان ما سواها يا بهايم يا بهايم الشيطان ترى رغم أنه كفر بله لكن يومن بله يومن بله الشيطان ما قال حق واحد أنت الواحد الشيطان اللي ما سيجد حس بي الله نعمل وك أتمنى رسالتكم وصلت شكرا لكم